اخي انا بتشوف انه طالما الانسان عنده قدره يجيب ولاد يجيب يجيب شو المشكلة يا جماعة يعني والله ما احد عم يطالب يعني اللا انجابيين انه مشان الله تعود فعلنا مثلا والله الاولادنا المدارسهم ولا جامعاتهم ولا كذا اخي كل من معلق بيوضعه طب دي تلك ليش الاغنية اقل انجابة من الفقراء لا انا بل لك ليش قلتلك لانه في شبكة امان اجتماعي بعدين مين قال ليكو ايلون ماسك جاب ست ولا اشتركوا في القناة وما جنيته على احد كلام اوصى ابو العلاء المعري انه ينكتب على شاهدة ابرو لما يتوفى وفعلا هالكلمات صارت خالدة لوقتنا الحالي وصاروا الناس يستخدموها لما بدون يحكوا عن الانجابية ولا انجابية الانجابيين بيشوفوا انه هاي الكلمات هي مصدر استسلام وضعف بينما لا انجابيين بيشوفوها على العكس تماما انه هي مصدر للشجاعة ولشخص مو حابب انه يجيب روح على هذا العالم تعيش حياة الحروب وعدم الاستقرار يلي نحنا عايشين فيه بهي الحلقة رح نحكي عن الانجابية ولا انجابية انا رانيم وهي الشلة اول شي بيخطر ببال كل شخص وقت بده يجيب اطفال انه هل يعترى انا رحكون اناني ازجبت اطفال ولا لا وهل يعترى هاي الحياة اللي نحنا عايشينا بتستحق انه يجي عليها سكان جداد كينان انت هل بتشوف انه عن جد هي فكرة الانجاب فكرة انانية ولا لا وديش هاي الشغلة فعليا انه بتختلف من مجتمع لمجتمع يعني بينما نحنا بمجتمعاتنا العربية فكرة الانجاب فكرة خلينا نقول انه نتاج طبيعي لأي زواج هل هذا الشي فعلا مختلف بالمجتمعات الغربية هاي شلة ويسعد اوقاتكم رفقاتنا البودكاستيين الاكابر هلأ يعني بصراحة انا بشوف انه الموضوع كتير 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 فيه مبالغة فكرة انه من الانانية انه انه يجيب ولاد وشو بديه يعمل هاد الطفل بالمحياة وما بعرف شو يعني نحنا هلأ اي انسان بيخلق بهالدنيا بالنهاية اله عمل اله مكان يعني ما مسألت انه والله انا خلقت بهالدنيا معلاتها ما لي اي وظيفة ان يقوم فيها لا مو هيك الدنيا ماشية بعدين يعني انا بصراحة بستغرب وبشدة كمان من افكار اللا انجابيين يعني فكرت انه والله الكوكب موارده ما كانت بتكفي وبالمناسبة ها الانجابيين اغلبهم بيكون عندهم افكار لا دينية خلينا نقول لانه اي ديانة سماوية او ابراهيمية بتحرض على الانجاب نعرفتو شنون بس الفكرة اللي بدي اقولها انه همنين جماعة بيقولولك انه والله موارد الكوكب ما بتكفي بالمناسبة اغلب الاديان بتقول انه الرزق مقسوم والارزاق محدودة يعني هي عبارة عن خلينا نشبهها بقطعة مثلا قطعة كيك او قطعة لحمة والناس عم تتقاسمها فكل ما كبر عدد السكان كل ما قليت بس الانسان وقت يبلش بقى يبحث ويلاقي مصادر جديدة للعمل ومصادر جديدة للغذاء ومصادر جديدة للدواء يعني نحنا مستوى فرد يعني نحنا مستوى دخل الفرد كل ما له عم يعلى على المستوى العالمي طبعا نحنا عم نحكي طبعا في بعض البلدان فقيرة في بعض البلدان فيها مشاكل بس نحنا عم نحكي على مستوى دخل الفرد العالمي كل ما له عم يعلى يعني نحنا اذا منطلع على مستوى دخل الفرد من 100 سنة لهلأ كل ما له عم يتحسن بالرغم من انه عدد السكان كل ما له عم يزيد طيب شلون العناته موارد الكوكب ما بتكفي شلون يعني معناته انه نحنا والله ما نقدرانين نلاقي أكل لكل هالبشر لا هي المسألة بصراحة ما لها علاقة بموارد الكوكب هي لها علاقة بانه ما في عدالة بتوزيع هي الموارد في ناس عندها اكتر من حاجتها هلأ موضوع انه شو الفرق بين مجتمعاتنا والمجتمعات الاخرى خلينا نقول مثلا بالديمقراطيات الليبرالية يعني او يعني بمعنى اخر اوروبا وامريكا الشمالية هو الموضوع يا جماعة يعني بهديك البلاد انا بشوف انه الموضوع هو فردي بحث يعني كل واحد هو بيقرر يا بدا جيب ولاد يا ما بدا جيب ولاد يعني ما حدا كتير سائل يقول لفلان جيب ولاد ولا لا اما نحن بمجتمعاتنا الموضوع هو خلاص متزوجت وانتو ما لاتا انتو لازم تجيب ولاد يعني هو نتاج طبيعي لمؤسسة الزواج عندما تتأسس خلاص واحد لازم يجيب ولاد يعني هذا التحصيل حاصي كمان الفكر اللي انجابي صار طيار فلسفي يعني قوله اسباب يعني ما بيحكوا عن فراغ انه هيك بس لانه ما جيب ولاد احمد بما انه انت من انصار لا انجابية بي رأيك شو الاسباب اللي بتمنع الواحد وقت اللي بيتزوج وبيأسس حياته انه عن جد يجيب اطفال ويأسس عيله هلا اول شي خليني بلش بموضوع حكاكي نان مع الموضوع الموارد وهيك ومن بعدها راح فوت على جواب سؤالك رانيم انه موضوع الموارد ما نو بهاي يعني ما نو بهاي السطحية اللي انطرح فيها انا اليوم لما اقول انه انا ما بدي جيب ولاد لانه ما في موارد انا بدي جيب لكم ياها بطريقة بسيطة بحسبة صغيرة من ثلاثين اربعين او خمسين سنة كان الخريج الجامعي بيلاقي فرصة عمل بيعني شلون دلكن انه مثل السلام عليكم هيك كتير بسيطة فكرة انه يلاقي فرصة عمل اليوم انا انا ما عملاقي فرصة عمل فكيف اللي بدي خلفه بده يجيب بده يلاقي فرصة عمل بعد عشرين سنة او ثلاثين سنة زائد انه اليوم التطور التقني عم يودينا لأماكن يخلينا نستغني نستغني عن كتير اعمال وكتير اصص ما عد نقدر نواكبها بعدين ليش يعني اليوم الشخص اللي كان يشتغل مثلا بموضوع النقد او بموضوع يعني حمل البضاعة او التوصيل او الشحن هدول الاشخاص كانوا يعني بالالاف لم يكن بالملايين بالعالم هاي المهن بتشغل بتشغل قطاع كبير من الناس فهاي المهن ما عادت موجودة ما حتكون موجودة بالمستقبل بتقلي لا حيطلع بداله انه مهن جديدة حيطلع بداله اشياء جديدة بس هل هاي المهن قادر الشخص انه يواكبه؟ يعني خاصة بمنطقتنا يا جماعة نحن منا مؤسسين لهاي المرحلة ثم انه هاي المهن بتعتمد فعليا على مبدأ الذكاء الاصطناعي والخوارزميات ومعادلات رياضية وكذا فانتر ما توصل لهي المرحلة حيكون في مشكلة انه انت مو كل الناس عند هاي القدرات البرمجية الخارقة اللي تعود يعني تتعامل مع هاي الادوات او تتعامل مع المهن الجديدة فعننا مشكلة عنا مشكلة بالموارد وما فينا ننكر هذا الشي ما عم بحكي انا على كيكة ولا على قطعة لحمة ولا على دخل احنا بنحكي على فرص الحياة يا جماعة في شي اسمه فرصة نجاة انت اليوم فرصة نجاةك قديش كشخص وفرصة انك تضل خلينا اقول الموسعيد بس على القليلة بانسان متوازن يعني ده خلينا اقول الموسعيد بس على القليلة انسان متوازن نفسيا قديش فرصة انك تضل متوازن نفسيا هاي الفترة اه ما بتوقع انه شي كتير سهل اه ما اعتقد انه البشرية بحاجة انه يتكاتر وكمان ثم انه اللا انجابية يا جماعة اد ما كانوا كتار ما رح يكونوا اكتر من الانجابيين لانه لسه للأسف في كتير صور سيئة يعني موجودة بمجتمعاتنا في كتير قصص عم تخلينا دايما عم نطلع لورا بهذا الموضوع برجع لسؤالك اللي ذكرتيني فيرني موضوع الاسباب اللي بتخلي الواحد يكون لا انجابي مو سبب واحد هلا اذا بدي فنده بطريقة نوعا ما منطقية وواقعية ومن تجربتي ومن تجارب كتير بعرفة اول شي اللي هو انه الشخص نفسه بيكون انسان مانو واصل لمرحلة من التوازن اللي هو بيطمح له مو اللي الناس بيشوفو عليها فهذا سبب كتير رئيسي السبب الثاني الخوف من المسئولية وابرز الاسباب فكرة كتير ناس بيسخفوها وبيعملوها بطريقة على انه على انه يعني خلص مشروع شخصي للانتقام انه الشخص مانو مستعد ياخد قرار عن حدا موجود بالعدم لحتى يطلع ويلعن الساعة اللي خلق فيها يعني اعرفتو كيف يعني انا ماني مستعد اتحمل فكرة انه ابني بعد عشرين سنة رح فكر ولا ولا لحظة على القليلة انه تضرب يا ابي على الخلفة ليش؟ ليش هيك عملت؟ يعني بيكون الواحد مبسوط ومتدفي و بحالة سكينة ورواء بالعدم ما بعرف انه زافي والمستقبل فكرة انه نحنا نقدر ناخد برأي ولادنا قبل ما نجيبهم احمد كان عم يقول انه ما في داعي لانه يجي ناس جديدة على العالم انه يكفوا الناس الموجودين طب مريم يعني برأيك انتي انه شو الجدوى من الحياة بهيك حالي يعني انا درست واشتغلت كمان ارتبطت وبعدين شو الجدوى من الحياة وهي الارض يعني ما بده يعمرها بالمستقبل يعني كان احمد عم يقول انه اي مكتر الناس اللي لا انجابين بس بينما بأوروبا كل الناس بتقول انه لانه الاوروبيين بميلوا انه للا انجاب فهن بالتالي صار عنده نقص بعمر الشباب انا برأيه انه يعني هو موضوع شخصي شوي وطبعا كل حدا له تفضيلاته بس اكيد يعني بالنهاية انه الواحد يكون عنده اطفال يعني هي بزاتها يعني اكيد بيصير الواحد عنده شي جديد بحياته بيصير عنده معنى جديد بالحياة بس بنفس الوقت اكيد انا ما عمقول انه الشخص اللي هو بيختار انه يكون لا انجاب فانه هو ما عنده معنى بحياته اكيد لا يعني بالنهاية الحياة ممكن يكون الا جدوى بكتير طرق حسب الواحدة هو شو الاشياء اللي بيفضلها اساسا غلط يعني ان الواحد يبني حياته على شي معين لحاله يعني انا شخصيا مثلا مع الانجاب بس ما فيني اقول انه انا بالمستقبل بس يكون عندي اطفال اطلح بكله هن كل حياتي بس بشوف طبعا انه هو شي مهم انه هاي الكرة الارضية لازم تستمر بالنهاية احنا بعد يعني ما بعرف بعد شي خمسين سنة ستين سنة لازم يكون فيه شي الجديد بالنهاية لازم انه يكون فيه سكان على هاي الكرة الارضية لازم الحياة تستمر يعني وبالنهاية انا بشوف انه اكيد فيه بتكفي كل العالم بغض النظر عن هي كيف عم تتقسم هاد موضوع التاني بس انا بصراحة يعني متفاجأة شوي انه فيه تيار فكري لهذا الطرف او لهذا الطرف لانه يعني مثل ما قالت بالبداية انه عن جد هو موضوع كتير شخصي انه واحد ينجيب ببلاد او ما بده ما فيني عن جد ما فيني يقول انه مثلا اذا واحد ما عنده اطفال هو ما عنده معنا بحياته يعني مين انا حتى احكي عن غيري عن جد احمد يعني الظروف كمان السياسية حتى موقع الانسان الجغرافي بيلعب دور بحياته كيف بده تمشي هل برأيك انه الواحد اذا كان مثلا عايش باوروبا ففرصه للانجاب بتكون افضل وانه لازم يجيب اولاد بينما اذا كان عايش بمكان حرب ومكان يعني خلينا نقول اعمعان من ظروف اقتصادية السيئة فانه اي هذا الشي بيأسير طبعا لا وجود الانسان بمكان معين ما له مقياس للانجاب او اللانجاب لانه ما فيني انا اقول لشخص بمكان حرب او بمكان فقير او بمكان مخيم انه انك لا يجيب اولاد لانه ظروفك سيئة وانا باوروبا اقول انه انا مفيه احسن لانه كمان اللي باوروبا مثلا عبيعانوا او عبيلاقوا الموضوع صعب من ناحية التربية من ناحية اشكاليات كتيرة فالموضوع ما له مقياس مكان بس هو المقياس الرئيسي بده يكون عند انه الارادة الفردية ارادة الشخص اذا هو حابب او لا اه وحتى ما في معايير معينة يعني في ناس بتقولك انه انا قدران اجيب منه مستقبله لهذا الولد وكذا في ناس ما بفكر به في ناس ما بفكر انه انا بقدر او ما بقدر او حتى في ناس بتفكر انه هي بتقدر بس لما يكبر هاد الولد ما بتقدر تدخلها الجامعة و بتتغير الظروف او الاخرية فدائما هاد الموضوع بيجي للاحية الاشخاص نفسهم انا بشوف انه موضوع انجاب الاطفال او عدم انجاب الاطفال على الحالتين هو اناني لانه في حال انجاب الاطفال بغرض ارضاء غريزة الابوة او الامومة ما له شي صحي وبالتالي ما بنعرف هاد الولد كيف بيعيش ما بنعرف هاد الولد رح يسبع علينا او لا او ما بنعرف اذا رح نقدر نتحمل مسؤوليته او لا كمان هاي شغلة كتير ضرورية وكتير او نتقبل اختلافه وخاصة بهذا الزمن اللي نحنا صرنا فيه يعني صار في كتير اختلافات نحنا اذا بدنا نجيب اولاد بدنا نتقبل هذا الاختلاف او في حال اه انه ما نجيبوا اطفال كمان انانية لانه في معانا شريك يعني الا اذا شريكين متفقين على انجاب وهذا الشي شوي صعب لانه يعني انا بعمل انه فيه غريزة للامومة تطلع او او فيه خلينا اقول ضغط اجتماعي اتجاه موضوع الانجاب لانه دائما الاشخاص لا انجابيين ما بيقدروا يواجهوا المجتمع بانه نحنا مالنا انجابيين وما نجيب او انه نحنا اخذنا قرار انه ما نجيب يا حرام لانه دائما هاد الموضوع بينذكر يعني دائما بيصير دعاء لاشخاص لهذا الشخص مثلا اوالله عبال خلفتك صارت اي مناسبة عبال خلفتك ما فينه الواحد يكون يعني وقح او شيء ما ما شو بدي اقول عنه بس انه يواجه مجتمع انه لا اصلا ما بدي اجيب ما هي اقتنعهم يعني تبروا انه ما في حدا ما بدي اجيب يعني هنا واصلي لمرحلة من ضغط الاجتماعي انه ما في حدا ما بدي اجيب اللي ما بدي اجيبه اصلا ما فينه يجيب يعني مثلا فاللا انجابية بده قناعه بده انه الواحد يكون متأكد من قراره يعني حاسس انه هو فينه يعيش بلا انجاب حاسس انه هو فينه يفصل الزواج على الانجاب فينه يستمر بالزواج بدون انجاب لان هي كمان مسألة مهمة انه دائما لو اجتماعاتنا بيربطوا فكرة استمرارية الزواج بالانجاب انه هذول اشخاص اجيبه لك ولاد تربطيه مثلا الامهات بيقولون بلاتهم او اجيب لك ولاده سكته خليها تلتهيه بالبيت او الاخري ففكرة استمرارية الزواج بالانجاب هي فكرة اذا الواحد فصله واقتنعه ودرسه مضبوط انه هي ماله صح والانسان بيقدر يعمل كتير اشياء بحياته يستمتع بحياته يطلع يفوت يسافر يدرس من نهاية حياته ما حتوقف على الانجاب لانه هو بحياته فيه اشياء تانية يقدم لك عطاء عاطفي وفي فكرة عند بعض الانجابيين لاحظتها وخاصة باوروبا انه بيقولوا فلان من عائلتي جايب فأنا ليش لجيب يعني بمعنى انه هو اشتاء للولاد مثل طفل لعبه اشترى له لعبه مثلا اذا حابب او ارضى العواطف اللي العادة الواحد فانه خلاص ما في داعي ان يكون عندي ولد ببيتي انا ما فينا ننكر انه اغلبنا بيجيب الولاد على سبيل خلينا نقول التأمين على الحياة مثلا او على التقاعد يعني مثل ما الواحد بيصمد للتقاعد تبعه مثل ما بيجيب بيت لحتيسكم فيه بس كبار كما بيجيب الولاد بس كبار يعني على مبدأ انه انا بس كبار بلاقي حدا يدير باله علي يعني مثل انه انا يعني اذا بدنا نجي هيك بنفكر فيها ونحللها انه مثل انه انا عمجي بحدا يهتم فيني لما اكبار انه بلا شو يكون ابني وانا استثمرت فيه يعني وعلى مبدأ الغضب والرضا والدين والقصص كله يعته والمجتمع وكتير هيك شغلات وعادات وتقاليد فهذا الولاد بيلتزم فيني بس اكبار ولعاخر عمري شي اللي قديش صح عن جد انه نحنا نستثمر بولادنا بهذه الطريقة وعن جد هي مو الفكرة انه نحنا وقت اللي اصلا نفكر بهذه الطريقة فبتتحول العلاقة من علاقة ابوية وهيك قصص لعلاقة شوي فيها نفعية هذا التثمار فاشل انه الانسان يجيب ولاد على امل انه يطلع منيح او يطلع ابيح وخاصة هاي غير تعويل على الشباب والبنات ناس بتلك المنتحان وناس بتلك الشب اقوى والاخر ايه احجاوز هذا الموضوع احكي بس كأنجاب الى هذا التثمار فاشل جدا انه الانسان يجيب حدا على امل انه يطلع منيح ويدير باله عليه بس يكبر احل لك ليش استثمار فاشل لانه لحتى يكبر هذا الولاد ولحتى يكبر اربعة خمس اولاد معه بكون الانسان فنصحته اساسا يعني هو يحافظ على صحته ويخفف شوي او ما يجيب افضل من انه حدا يشيله بالاخر يعني انه ما في داعي يعني كتير كتير شفت بمجتمعات انه فعلا فعلا في ناس بتهلك حالة بالعمر بسبب الاحتياجات المادية والحياتية والمانشية لدرجة انه ما بتفضل شوف الولاد اللي هي اجابتهم لدرجة انه ما بتقدر تهتم فيهم الاهتمام النازم مو بس كرعاية اكل وشرب كمعيشة والاخره فبكون الموضوع كتير فاشل انه هن يستنوا ليكبروا ولا يلاقوا نتائج هذا الشيء وعتادة انه يكونوا يعني هدوا حيلا او يعني دمروا صحتهم ودمروا صحت الام بهذا الانجاب الكثيف لاجل انه بس يكون في حدا بس نكبر يقدر يقوم فينا يعني فكتير فكرة فاشلة اول شي كلمة استثمار يعني كلمة كتير كتير قبيحة بالنسبة لهذا الموضوع الصراحة مثل هذا الموضوع يعني الى هذا الدرجة عم نسخف موضوع الولد او انه تجيب بني ادم انك تجيب انك تجيب أنك تجيب روح انك تجيب انسان بتسخفوا لهذا الدرجة انه نستثمروا , استثمر فيه انت كمي لانه اخي عم تقدر تستثمر لحتي تستثمر بهبواras شو قصة، لماذا العالم عندها يعني لاذا الناس اخ否ذا هذا الموقف من الولاد انه والله هنه استثمار وهنه عزوة وهنه مدري شو حبيبي هدول مو ادوات وعلى فكرة من هون اجت فكرة التسلطية والابوية واجت فكرة انه والله انت ووالديك لوالديك وشي بعرفني هذا اسمه اكل هوا نحن ما في حدا فينا لأبو وامو ولا ابهاتنا وامهاتنا كانوا لأبوهن واموهن وولادك ما رح يكونوا اليك يعني حتى لو كنت انجابي عزيزي الانجابي يعني اسمع مني ولا تصدقني لانه حتى تخوزق بالمستقبل لا تفكر بموضوع اسمه استثمار وشي بعرفني وبكبر وبصغر ما رح يعني ولادك مو اليك اذا كانوا اليك اول 15-20 سنة من حياتهم بس بعدين ما حيكونوا اليك يعني هادا هاي السزاجة بالتعاطي مع الموضوع الصراحة عم تكون يعني عم تقضي على العالم عم تقضي على الولاد نفسهم عم تقضي على الولاد نفسهم انا اليوم لحتى لحتى والله لما اكبر في مين يشيلني بكبرتي لازم اهلك حالي واستثمر بولادي لحتى هن يشيلوني بالوقت اللي نحنا منشوف فيه الاف الرجال والنساء الكبار بالعمر مشردين بالشوارع بالوقت نفسه اللي نحنا منشوف فيه اولاد عم يتدايقوا من اهلهم وبيحطوهم بدور العجزة وبيستولوا على املاكهم وعلى مالهم وعلى بيوتهم وارضيهم هاي قصص موجودة بمجتمعاتنا ما في حدا ينكره يعني شو الاستثمار اللي تفاشل هاد وبرجع بقليك يعني واحدنا بسيارة ولا بدكانة ولا بش بعرفني ما مقدار يستثمر وما عم ينجح استثماره انت ضامن تجيب ولده وتعد تربيه التربية الصحة وتطلعه بدون هاي العقد اللي انت عايش فيها وتطلعه انسان صالح وسليم وقادر ياخد قراراته ويقرر عن نفسه وما يقول الله يلعن ابي وامي على هذا الخلفة يعني والله انا على سيرة الاستثمار بدي احكي لكم عن اغنى رجل بالعالم شو صرح اخر فترة ايلون ماسك من كم يوم بوحدة من مقابلاته قال انه هو برأيه ان انخفاض عدد المواليد طبعا يعني هذا ايلون ماسك مو يعني حي الله حدا انخفاض عدد المواليد يعني هذا هذا يا احمد ابو التكنولوجيا والسيارات الزكية والاشياء الزكية اللي نحنا عم نحكي عنا انخفاض عدد المواليد حيقدي لبعد فترة لانهيار الحضارة لانهيار الانسانية يعني حننقرض وهذا الشي انا بشوف انه مزبوط يعني نحنا اذا ما عدد فيه بشر تعيش بهذا الكوكاب ما عدد فيه ناس تساعد بعضها ما عدد فيه ناس تقوم ببعضها ايه مزبوط نحنا اخر شي لاح ننتهي متل ما قال نرجع عن فكرة الاستثمار يعني اذا هيك ما عددنا نحنا شو عم نعمل بهالكرة الارضية نحنا كل شي بحياتنا هو عبارة عن استثمار بغض النظر اذا هي الفكرة انه انت بتحصد نبتزر على تحصد او فكرة مثلا ما بيربع جسد ليفنى جسد هذا هو المنطق ان هي هي سنة الحياة يعني ما الانسان بالنهاية بالنهاية هو عم يعمل اي شي بحياته لحتى يحصل على مقابل انت بتحب حبيبتك لحتى هي تحبك بالمقابل انت بتحب البنت اللي بتحبها ببلاش لا اذا هي ما عم تبادلك نفس هذا الشعور لحتى انت تصرف فوقتك معها ونفس الشي بترجع فكرة الاولاد نحنا اغلبنا الناس يلي بتجيب اولاد بكثرة هم لن اشخاص موجودين بمجتمعات ما فيها اساسا امان اجتماعي يعني شلون بدك تطلب من واحد عايش راتبه الفين ثلاثة الاف ليرة مثلا ولا عشرة الاف ليرة ولا ايا يكون المبلغ مبلغ صغير يعني شلون بدك تطلب منه انه هو يستنى راتبه التقاعد اللي حينخصم منه بلاوي سوداء بكرة بس يصير بالستين والسبعين ومصاريفه تكتر وادويته تكتر ومشاكله تكتر شلون هذا الانسان بده يعيش على الراتب اللي ما شاء الله هالدولة شو عم تأمن يعني للناس احتياجاتها وبعدين ما بعرف يعني شامم يعني ريحة عبدالفتاح السيسي يعني والديكتاتوريات العربية بكلامك انه يلا يا جماعة حاجة تخلفه لانه نحنا ما عم نقدر ندير البلد ما عم نقدر ندير الموارد ما عم نقدر نعمل شيء وطبعا هاد الحكي نحنا عم نسمع من ايام جمال عبدالناصر يعني من ايام زمان ومن ايام الملك فاروق عم نسمع هاد الحكي وعم نشوف شلون انه والله يا جماعة حاجة تخلفه يا جماعة ما بيصير تخلفه كتير لانه نحنا بلدنا ما بتتحمل وطبعا بلادنا غنية بس نحنا دولنا ابدا ما بتدعم شيء ولا بتساعد بشيء ولا بتعمل اي شيء يعني هاد النظام السياسي اللي بيطلب منك لا تخلف وهو اساسا ما بيصرفه فرنق على ابنك انت بتدفعله دروس خصوصي انت بتدفعله طبابة انت بتدفعله لحتى يروح على النادي انت بتدفعله كل شيء يعني فعليا انت عم تدفع ضرائب للدولة وعم تدفع تكاليف حياة ولادك وبنفس الوقت بمنو عليك انه والله عم نعطيك قنينة زيت ولا رغيفين خبز مدعم فانت المفروض مشان هيك تبطل تجيب ولاد اسمحلي كينان اسمحلي فيه فيه مشكلة يا حبيبي شو الحكي هاد انت اليوم لما يكون عندك يعني 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 لما حدا يقلك لا تخلف مو معناته انه انت لا تخلف ابدا بس مو تجيب تسعة وعشرة كمان يعني كمان مصيبة هاي انت انجابي ما عم يقلك انه كل العالم يصيروا لا انجابيين بس كمان شوية شوية على حالك يا أخي لا احنا لحظة نقول للناس جيبوا لا تجيبوا لا تجيبوا كمان انت عم تحكي عن عالم عم يجيبوا عشرة وخمستعشر ولد هدول وين بدون يعيشوا بلد مثل مصر بلد مثل مصر مساحته مليون كيلو متر مربع إلا جزيرتين عندك المساحة المستخدمة كلها بمصر زراعة وصناعة واسكان وكل شيء بأد مساحة هولندا ماشي؟ يعني ما أنهم مستهلكين شيء من مساحة البلد مو أنه والله نحن البلد يعني ما في قرنة تحط رجلك مثلا مثل هونغ كونغ على سبيل المثال لا أنت عندك مساحة كبيرة عندك بشر ممكن يعملوا على فكرة يعني ويشتغلوا ويتعبوا على حالهم يعني ما علا شيء الصين هلا الصين مليار و 400 مليون إنسان الصين قار يا أخي طيب الصين تبنت سياسة الطفل الواحد بفترة الثمانينات وفترة طويلة هلأ بقى الحكومة الصينية ندمانة قالوا لك أنه ما عد في بشر نحنا الجماعة بدنا نبني بدنا نعمل حضارة بدنا نعمل اقتصاد أفكرة أنا برأيي الحكومة الفاشلة هي اللي بتنظر لشعبها على أنه عبئ لأنه أكبر ثروة موجودة بالعالم هي لا نفط ولا الغاز ولا اليورانيوم ولا غيره هي البشر لأنه البشر همنا اللي بقدروا يجيبوا فلوس أما هي الشغلات ما بتجيب لك مصاري لأنه النهاية حتنتهي وحتنفذ بعدين في نقطة مالي شيء أنا وقت بدي أجي يقول والله يا فلان انت جيب وانت لا تجيب وانت عميل وانت لا تعمل هل الدولة مسؤولة عني بكرة بالمستقبل يعني خلينا نكون واقعيين أنا وأتجيب خمسة ولا ستة ولا سبع أولاد أنا طبعا عم بحكي بنظرية الإنسان اللي عن جد ما عنده أمان اقتصادي يعني بدل ما ابني يدفع علي عشرة آلاف مثلا بكرة بالمستقبل بتتأسم هل عشرة آلاف على أربعة خمسة ستة يعني بيجيب ثلاث بنات بيجيب ثلاث بنات بيجيب ثلاث بنات بيجوزهم بأربعة عشر خمسة عشر السنة وبياخد مهورهم هلأ لا نخلط العام بالخاص نحنا عم نحكي عن إنجا لا لا يعني هي هاي الفكرتهم هنه لا 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 ما فيك تحدد العالم شو فكرتها انت هلا هيك عم تخلون بسرعة لا ما محدد هذا الواقع يا جماعة ليش عم نتخبه ليش عم نتخبي الشمس بغربال لا يا أخي لا يا أخي شو الحكي ما فيك تحكي بهاي الطريقة عم نخبي الشمس بغربال والله يعني إنه واحد إذا هو قرر يجيب أولاد يعني حيجوزهم مع منهم خليني أحكي خليني أحكي أنا ما خليتوني لسه ما عطيتوني دور أنا حاب بإرجاع لموضوع سؤالك رانيم الأساسي أنا بيرأيي إنه الواحد لما هو يقرر إنه نجيب طفل على هذا العالم بوافق كنابي كتير من حكيه بس ما بوافقه بالمثال اللي يعطاه إنه أنت لما تحب واحدة إذا هي ما حبتك ليش لا تحبها نحنا لما عم نحكي عن طفل طفلي أنا أنا لازم يحبه حب غير مشروط مو إنه والله أنت عملي هيك لأنا حبك أنا قررت جيبه على هي الكرة الأرضية أنا بحبه على جميع الأحوال بشجعه على جميع الأحوال بدعمه لحتى هو يكون شخص إنسان عامل إنسان بيقدر إنه يدبر حاله بس يكبر مو من شان يدير باله علي أنا ما عم عمل استثمار بشري أنا عم جيب طفل من شان هو يكون إنسان بيقدر إنه يكون مسؤول عن نفسه بالمستقبل مو أكتر طب أنا هون بنرجع للفكرة مهمة طب ما عشي أنا كإنسان ليش بدي روح عمري وأنا عم ربي أطفال بس مشان بالآخر هنين يشتغلو ويدرسو يعني شو استفدت؟ هلأ أنت مالك مضطرة؟ مو حدا مضطرة فكرة إذا واحد ما بده لي يجيب بس ولكن في كتير ناس برأي أن هذا الشيء متعب هلأ بمجتمعاتنا هو أين؟ هلأ أطفال عبق أكبر من باقي المجتمعات اللي بشاهد؟ لا هلأ لا في ناس برأي أنه هي متعب بالنهاية يا جماعة بالنهاية في ناس بيشوفوا التربية فن في ناس بيقولوا هلأ مثلا في خصوصا بالمجتمعاتهم بيقول لك أنا فول تايم جوب موم خلينيك كامل حكي يا أخي في ناس بيقول لك أنا فول تايم جوب موم أنه أنا هذا الشغلي الناس بيشوفوا أنه هذا هو هدف حياتهم أنه هن يربوا جيل جديد جيل بيقدر أنه يكمل حياة على هي الكرة الأرضية ما بيشوفوا ضياعة وقت لأنه بيستمتعوا بهذا الشيء إذا واحد ما بيستمتع بهذا الشيء عن جد أنا بشوف وما في حدا يلم حدا يا أخي في ناس ما بيفضلوا هاد الشيء بيفضلوا أنه يعملوا شيء بوعطة مفيد إلا أكثر مو غلط بالعكس كتير حلو الإنسان يعرف شو بده ما يجيب طفل على هي الدنيا ما يقدر يدير بالو عليه بالشكل المناسب بعدين الاعتدال بإنجاب الأطفال بالنسبة للإنجابيين هو حل متوسط ما بين الطرفين لأنه بالنهاية لا إنجابيين عدده محدود يعني أنا فينات بتقولك أنه المثليين أو هذا الشيء اللي عبينتشر بالفترة الأخيرة هو مساهمة للإنجابية بس لكن كتير عدد محدود لأنه بفرد واحد بعيلة لا إنجابي أو إنجابي متوسط بيجيب ولاد بيت الأخوة بيجيبه أربعة خمسة ستة فموضم من حل الحل هي الوسطية مثلا إذا بدنا نجي كحل متوسط بين الطرفين أخي أنا بتشوف إنه طالما الإنسان عنده قدرة يجيب ولاد يجيب يكي يجيب شو المشكلة يا جماعة يعني والله ما حدا عم يطالب يعني اللا إنجابيين إنه مشان الله تعهوا تفعلنا مثلا والله لأولادنا المدارسون ولا جامعاتون ولا كذا أخي كل مين معلق بوضعه يعني طيب ديت لك ليش الأغنياء أقل إنجابة من الفقراء أنا قلت لك ليش قلت لك لأنه فيه شبكة أمان اجتماعي بعدين مين قال ليكو إيلون ماسك جاب ست ولا يعني خلينا نكون صريحين مع بعضنا يعني أنا كشخص غني معي مصاري كثير بجوز فكر بطريقة تانية مع أنه أنا ماني شايفة هذا الموضوع كصحيح بالمناسبة يعني هاي أهل أغنياء دول الخليج مثلا ما شاء الله بيجيبوا كثير ولاد عادي جدا يعني هي المسألة ومسألة الواحد إذا كان غني ولا فقير هي يا جماعة بصراحة أنا بشوف إنه هي مسألة إنه والله أخي أنا هيك بدي عيش حياتي هيك مثل أي شغلة بهالكورة الأرضية ومع أعمل أي شي جديد بالحياة وعادي ومعنى أنا بشوف إن كل العظماء بالحياة يعني كان عندهم الله كان مترجين وكان عندهم عائلات يا أخي يعني ما بعرف أنتوا يعني ما بعرف أنه ما عمي نجزل الإنجابيين يعني أنت معتبر إنجاب الطفل هو شغلة جديدة أنت عملتها يعني إنجابك الطفل جديد وكرة هو شي جديد هي سنة الحياة أنا وأتجيب طفل أنا عم ساهم إنه إحنا ببشر نستمر على هالكورة الأرضية يعني عم بتخيل أنا والله مثلا لو كان إيلون ماسك أبو لا إنجابي أو عم بتخيل مثلا لو ستيف جوبز أبو مثلا كان لابس كوندوم وقت هاديكي يعني ما بعرف أنا عم جدا عم بستغرب من حكيكم يعني ما لاتن إحنا أغلب البشر كان لازم ما تكون موجودين كما من المقابل فكر أب علاء المعري بكل كأبته بكل حياته التعيثة جاب ولد يعني ما بعرف قامتوا عم تحكولي على مناموذج واحد أنا عم بحكي لكم على عدد كبير كتير من النمازيج نجاب الأطفال كمان مو هو بس إنه استثمار أو متل ما كنا عم نحكي عن من قبل أنا عنية استثمار وكل هي القصص كمان هو مسؤولية يعني قديش اليوم الأهل ممكن يجيبوا أولاد وبعد فترة يكتشفوا أنه طب أي يعني أنا ما حسيت حالي أني مؤهلة لأني ربي أولاد أو الشخص يحس أنه هدول الأولاد بدل ما يكونوا أنه هنين شي حلو بالحياة صار يحسون عبق وأكبر دليل أنه كتير منسمع عن حالات التفكك الأسر اللي بتصير منسمع عن مشاكل اجتماعية بين تفاهم الأباء والأبناء طب هي كل منهم نعم تجي مو من مبدأ أنه هدول الأشخاص ما لقوا حالهم بهذا الدور؟ طيب يا جماعة يعني هلأ إذا نحكي على موضوع المسؤولية مو من باب المسؤولية مثل ما كنت عم تقولي رنيم أنه موضوع الأطفال اللي هنين مجهولين نسب أو الأطفال اللي عندهم عم يعانون من موضوع التفكك الأسري أو الأطفال اللي بالمخيمات اللي معروف نسبونه معروف كل شيء ومعروفة قصة أهليون وكذا بس عايشين مع مع أقاربون أو عايشين مع ناس هربوا فيهم مو أحسن ما يروحوا ضحية للإتجار بالبشر إنه مو أحسن من هيك إنه يكون فيه تبني يأخذك لحمل مسؤولية حملها بس إنه بدل ما تجيب بني آدم جديد تعيس وتعايش وتعاسة الدنيا والحياة جيب بني آدم تعيس كمان وجرب تخلي حياته أسعد يعني من حياته السابقة يعني ما بعرف أنا هاي وجهة نظري يعني إذا كتير محموئين على المسؤولية بتعرفوا شو لك أنا اجتهيت شهوة لالله شوف واحد لا إنجابي متبني ولد بعدين لك أنتو يا جماعة متناقضوا حالكم شو بتقولوا أنا والله ما عم بقدر استثمر ببيت أنا ما عم بقدر لاقي وظيفة أنا ما عم بقدر لاقي كذا وشلون بدي أنا أجيب ولد طيب حلو طيب وشلون كمان بدك تتبني ولد إذا لا عم تقدر تلاقي ولد أنت مشكلتك إنك تجيب ولد من صلبك ولا مشكلتك إنك أنت ما عم تعرف تدبر أمورك وحياتك يعني أنا هاي الشغلة أنا جد ما عم بفهم euch درا درا شوو سوي درا شوائيق كهو انت خبست الدنيا لا تقول لي والله ما حدا تبنى وما حدا مدري شو أنت عايش مع كل اللا إنجابيين بالحياة أول شغلية الشغلة الثانية يا أخي أنا ما عم يتراك اللا إنجابي روحي يتبنى على فكرة معظم اللا إنجابيين وأنا واحد منهم ما بتحمل فكرة وجود طفل بحياتي بس أنا عم أقول للي حابب يستمتع بالأبوة يتمنى يعني هي هاي النقطة ايه في ناس ما تحب المسؤولية في ناس اذا بكون عندها جراعة بتنساها في ناس اذا عندها قط بيدخلها منه ففي ناس ايه ما عندها شعور بالمسؤولية وما بتحب انه تتحمل مسؤولية وشفت كتير عفكرة يعني من هاي النماذج في ناس ما بتحب تفيق بالليل وكتير سمعت عن امهات بيضايق ام الطفل اللي بفيه بالليل كتير يعني ففي ناس بيحسوا حالون غير قادرين على تحمل المسؤولية وانه القصة مسؤولية كتير كبيرة وانا ما لقادران يتحملها واضمن نتائجها مو بس اتحملها يعني اكيد الواحد لما بدي يكون عنده طفل بالنهاية لحي بفيه كتير بالليل ما حيكون عنده وقت للأشياء اللي بيحبها متل أول يعني لازم الواحد انه يكون هو منتبه لهذا الشي وفي ناس عن جد ما بيفكروا فيه للأسف يعني انا بشوف انه هي مسؤولية كبيرة والشغلة ما للاعبة ابدا ولازم الواحد قد ما بيقدر ولو انه الواحد شو ما عمل ما بيقدر يجهز حاله للموضوع مية بالمية بس قد ما بيقدر انه يجهز حاله مثلا ان الام او الام اللي بالمستقبل هتكون ام يعني تحكي مع امهات هلا عندهم اطفال صغار حتى الاب يعني انه هو كمان لازم يعرف شو الاشياء اللي ممكن تتبتب عليه هذا الشي كتير مهم يعني عن جد الموضوع ابدا ابدا ما له لعبة انه هي شغلة لا الواحد بيقدر يتراجع عنه ولاله هو اساسا عنده اي عزر انه يتعامل مع طفله بطريقة غير مسؤولة وغير مناسبة كل حدا فينا بيفهم الحياة بطريقته الخاصة وحتى اهدافنا بالحياة ما بتشبه بعضا فيه ناس هدفه الاساسي انه تجيب ولاد وناس انه تكتب كتب وفيه ناس بتحب تزرع شجر بس الحقيقة انه اهم الشي ما نطلع من الحياة بدون ذكره لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لا تنسوا تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وانه فيكن تسمعونا على منصات البودكاست المختلفة ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي والساوند كلاود هيك انا النقاش بالشلتنا والاختلاف لعبتنا اشتركوا في القناة